يمكن هي هتأثر فينا قوي لكن صاحب حكايتنا النهاردة أو حكاية النهاردة شخصية ما كانش بيحب الزعل أبداً وكان تايماً بيرسم البسمة على وجهنا كلنا صاحب الضحكة التي لا تغيب أبداً سامير غانم فنان سامير غانم لسه راحل عن عالمنا من كام ساعة تقريباً وطبعاً وفاةه أثرت فينا كلنا أو في المصريين وفي الدول العربية بشكل كبير جداً سامير غانم كان من أوائل الفنانين اللي رسموا الضحكة وحطوا البهجة كده على قلوبنا ومين فينا مترباش كده على الفوزير وفطوطة وصمورة والإفهات بتاعته اللي ما كانتش لها مسيل فنان سامير غانم من موليد عرب الأطولة في محافظة أسيوت تولت سنة 1937 وكان التحق بكلية الشرطة يعني زي والده لأن والده كان ضابط شرطة لكن سامير غانم ما استمرش في كلية الشرطة كتير وابتدى يحاول ورقه بعد كده لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك ابتدت موهبته تظهره وبتدى أنه هو ياخد خط التمثيل ابتدت موهبته كان موهبة سامير غانم موهبة متميزة جداً أو فنية وكان ما بيختلفش عليه اتنين خفت دمه والتبقائية اللي كانت عنده ما كانش مرتبطة بالتمثيل بس ده بالعكس دي كانت كمان في حياته العامة تحت بالتمثيل في جامعة الإسكندرية وابتدى أنه هو يدور على مين يقدر يعمل معاه زي فريق كده مصرحي وابتدى شغله في الأول مع الفنان وحيد سيف وشخصي كمان ابتدوا أنه هم يعملوا فرقة مصرحية لكن الفرقة دي ما استمرتش كتير لارتباط وحيد سيف وأنه هو مش هيقدر ينزل القاهرة لأنه كان شغله ساعتها في الأسكندرية والشخص التاني اللي اشترك معهم برضو ما قدرش أنه هو يكمل معهم لأنه كان عنده بعسا لبلجيكا وابتدى سامير غانم ما يتنزلش عن حلمه أبداً ويقول طب أنا لازم أكمل الفرقة بتاعتي وابتدى ساعتها كان جورج سيدهم في جامعة عين شمس ابتدى سيده يظهر من أشهر ممثلين أو زي مصارح الجامعة كده فكان جورج سيدهم من الناس اللي حطت بصمتها فابتدى سامير غانم يحاول يتواصل مع جورج سيدهم وكمان تلابتدوا أنه هم يلاقوا الضيف أحمد وكونوا فرقة سلاسة أدواء المصرح طبعاً فرقة سلاسة أدواء المصرح كانت من الفرق اللي قدمت نحج جديد جداً في السينما أو في المصرح أو في موضوع الإسكتشات وكان اللون جديد وغريب وابتدى أنه هم يحاولوا يفكروا إزاي داماً يطوروا من شكلهم أي نعم الموضوع ما استمرش بينهم كتير يعني تقريباً كم سنة لكن هم قدروا يحطوا بصمة وكان ساعتها جورج سيدهم كان بيقول أنه أنا كنت بتعب جداً علشان أجمع الناس أنه هم إزاي يقدروا ينزلوا ويشوفوا المصرحية أو أنهما ينزلوا من بيوتهم وكانت ساعتها التسكارة تقريباً بـ 58 قرش في الحكاية دي أنه هو كان شاري عربية من الرئيس جمال عبد الناصر كانت العربية دي بتشترك في التشريفة بتاعتهم واشتراها جورج سيدهم وابتدى يقدم بيها يحشد فيها الناس كانت تقريباً بتاخد 18 فرد فابتدى أنه هو ينزلها أنها تلف تعمل دعاية للفرقة الفرقة قدمت إسكتشات مهمة جداً زي كوتوموتو و30 يوم في السجن وبعض الإسكتشات اللي كانت أثرت فيهم جداً لكن للأسف النجاح بتاعهم ما استمرش بعد وفاة الضيف أحمد وده أثر فيهم بشكل أو بآخر لأنه هم كانوا مرتبطين جداً ببعض وساعتها هم قالوا أنه إحنا مش هنقدر ندخل ضيف جديد علينا أو أنه إحنا نخلي حد يحل محل الضيف أحمد وابتدى جورج سيدهم يشترك مع سمير غانم في بعض الأعمال المصرحية أو الفنية أو السينمائية بشكل أو بآخر لغاية ما حصل كده دروب في حياة سمير غانم وهي كان وفاة أخوه ودي كانت مرحلة أو نقطة كانت مهمة جداً أثرت بتأثير كبير جداً في حياة سمير غانم وخلته يقف فترة أو أنه يحاول يحط نقطة كده ويبتدي بفكرة جديدة في الفترة دي كان ابتدى أنه يشترك في بعض الأعمال المصرحية ويبتدي يتعرف على فنانة